أعداد للاستخدام هو أسامة هيكل لأنه استخدم كثيراً لتحقيق مصالح جبهات تسعة من أجل الحصول على الكعكة أو جزء من الكعكة أو جزء من المصالح المختلفة فيتخيل أنه كل من يهاجمه حيكون مستخدماً يعني مع أنه زي ما قلت لكم يعني يهاجمه منذ 2011 لكن القضية الأساسية بقى هي أنه في النهاية في النهاية هو إيه اللي تحقق في النهاية أنك أنت خدمت أهداف جماعة الإخوان الإرهابي وخدمت الإعلام المعادي اللي حولك إلى وجبة أساسية خلال الساعات القليلة الماضية وجبة أساسية في كل البرامج المتعلقة بقنوات الإخوان وفي قناة الجزيرة أيضاً أمام ده كله طب هل وجدنا لنهاردة أسامة هيكل طالع يقول مثلاً لقنوات الإخوان دي يهاجمها ويقول لهم لن أسمح لكم لن أسمح لكم باستغلالي لن أسمح لكم باستخدامي ما هو الشخص اللي بيشتغل على أرضية وطنية أول ما يلاقي أنه جماعة الإخوان الإرهابية تحاول أن تستثمره تستعمله علشان تشيطن المجتمع وتشيطن الدولة وتشيطن الإعلام لأن الإخوانهم مش عايزيني شيطنه الإعلام بس إنما عايزيني شيطنه الدولة والمجتمع وكل شيء هل بقى أسامة هيكل بعد اللي حصل خلال الساعات القليلة الماضية ده قال كلمة واحدة في مواجهة هذا الإعلام المعادي هل قال لهم إن أنا مش هسمح لكم إن أنتوا تستخدموني بهذا الشكل أو تستخدموا قضيتي إذا كان عندي قضية يعني ضد الدولة لا لأن مش هقفتش في النواية وأقول أصلي فيه مغازلة هو خلاص الهدف تحقق تحققوا بقى عن قصد تحققوا عن غير قصد أسوأ شيء هو إنك تخدم أهداف خصمك مش لازم تكون متحالفا مع هذا الخصم ولا هذا العدو إنما يمكن أن تخدم أهدافه وأنا بقى عند هذه النقطة حينما يصبح أسامة هيكل حليفا لإعلام جاء من أجل مواجهته وخصما لإعلام جاء من أجل مسندته لك أن تتخيل لك أن تتخيل في الصورة اللي تخليك تبقى عاوز تبقى عاوز تتعمل إيه الناس منفاعلة الناس غاضبة نعم داخل المهنة منفاعلة وغاضبة نعم لكن في المجتمع كمان لما يلاقوا إن وزير الدولة للإعلام حول أزمة وقضية إلى قنبلة موقوطة تستخدمها جماعة الإخوان الإرهابية وقنواتهم بهذا الشكل فالمجتمع نفسه أصبح غاضباً أيضاً وإحنا أمام سؤال هل يمكن أن يستمر وزير الدولة للإعلام في منصبه بهذا الشكل؟ هل يمكن أن يستمر بالشكل اللي هو داخل فيه في مواجهة مع كل وسائل الإعلام المختلفة ومع كل أطياف الإعلام ومع مش إعلام الدولة فقط كمان ولا الإعلام الوطني لا مع أطياف المجتمع نفسها وبدلاً من مواجهة إعلام الإخوان أصبح صديقاً حليفاً لهم خلال الساعات القليلة الماضية وخدم أهدفهم هل يمكن أن يمكن